ومشاهدين للمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن مرسل أكسترانيوز علاء محمد من مقر عقاد المؤتمر الوطني الثامن للشباب إليك علاء شكرا نانسي أتواجد الآن من داخل قاعة المنارة الدولية للمؤتمرات للحديث عن المؤتمر الثامن للشباب المؤتمر الوطني الثامن للشباب منذ قليل انتهت الجلسة الافتتاحية التي تحدثت عن تقييم تجربة مصر في مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا وتم ذكر أرقام مهمة خلال هذه الجلسة منها أن في النصفة الأول من عام 2019 زاد عدد ضحايا الإرهاب بنسبة 22% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي يعني في العالم بشكل عام أيضا العمليات الإرهابية زادت بنسبة 15% على مستوى العالم في عام 2019 كما أن تكلفة الإرهاب في 2018 كلفت العالم 60 مليار دولار معي الآن الأستاذ هيسم الشيخ المتحدث باسم تنصقية شباب الأحزاب عن مشاركة تنصقية شباب الأحزاب في هذه المسخة من المؤتمر الوطني للشباب برحب بحضورك فاني أهلا بك فاني يعني الجلسات والجلسة الأولى بالتحديد تحدثت عن مكافحة الإرهاب محليا وعالميا كيف رأيت اختيار هذا الموضوع ليكون الجلسة الأولى في المؤتمر الوطني للشباب؟ من المعلوم أن مصر دولة تخد حرب عنيفة ضد التنظيمات الإرهابية وقوى الظلام منذ عدة سنوات دفعت فيها مصر الأسمان غالية من دماء أبنائها والعديد من التطهنات أي دولة بتعاني من الإرهاب فرصها في التنمية بتكون ضعيفة ومصر الآن دولة تتوجه بقوة نحو التطور والتنمية وبالتالي فرد علينا الحرب على هذه التنظيمات الإرهابية وأهم أسلحة مواجهة هذه التنظيمات هو توعية الشعوب وإدراك الشعوب لما ده خطورة قوى الظلام على مستقبلها وعلى أمنها لأن للأسف الكثير من هذه التنظيمات ليتم استخدامها الآن بموجب مخططات حروب بالوكالة وهي أيضا تستخدم عن طريق آليات معينة تهدف إلى بس حالة من اليأس داخل المجتمعات وإظهار الدول في مظهر عدم القدرة على السيطرة ونشر ثقافة الخوف بين المواطنين النهاردة نسمعنا السيد الرئيس بيتكلم بشكل متعمق عن الإرهاب بشكل عام وانتشار هذه الظاهرة في مصر وتاريخ هذه التنظيمات في مصر وقالوا بشكل صريح أن الهدف هو جيش مصر جيش مصر وقال نصا أن جيش مصر هو ليس فقط مركز ثقل لمواجهة هذه التنظيمات في الدولة المصرية ولكن في المنطقة بشكل عام عايزة أتحدث معاك بشكل عام عن فكرة المؤتمرات الوطنية للشباب ونحن نتحدث اليوم عن النسخة الثامنة من هذه المؤتمرات وأنتم لكم في المشاركات السابقة مشاركات هامة تنصقية شباب الأحزاب كيف ترى مثلا نموذج محاكاة الدولة المصرية اللي بيشارك فيه الشباب في طرح أفقارهم وأراءهم لمساعدة الدولة في حل المشاكل شوف بشكل عام مؤتمرات الشباب هي أحد أهم مظاهر تحضر الدولة المصرية الحديثة الشباب في مصر عانى على مدى سنوات طويلة من إهمال ما كانش فيه قيادة بتمنح الشباب مساحة كافية للاستماع عليهم وللتحاور معهم والإشراقهم في اتخاذ القرار كلها كانت محاولات شكلية إحنا مؤتمرات الشباب شهدناها في مصر منذ 2016 مؤتمر الشباب الأول في مدينة السلام شرم الشيخ وكان الأخير المؤتمر السابع في العاصمة الإدرية الجديدة كانت كلها منصة بتدي مساحة لأطياف متنوعة من الشباب للمشاركة والتحاور ومنح فرصة للتحاور حول كل القضايا التي تهم الشأن المصري سواء الشأن الداخلي والخارجي وكان الشباب بنفسه بيشارك في سياغ التوصيات بتتحول بعد ذلك لقرارات شوفنا نموذج زي نموذج المحاكاة شاف فيه شباب كيف يتم اتخاذ القرار في الدولة المصرية على مائدة واحدة جلس الشباب بجوار الوزراء ورئيس الحكومة وبجوار رأس الدولة رئيس الجمهورية وطرح أفكار وطرح قضايا وكان بينتقد الدولة وكان بينتقد الحكومة وفيه الكثير من الأفكار التي ترحل كان بتحول لقرارات المناخ ده ما كانش موجود في مصر مؤتمرات الشباب كل مؤتمر شباب بيطيح لستين في المية وجوه جديدة يحضروا ما فيش قاعة تاخد خمسة مليون شاب فقرة اسأل الرئيس من أهم أو جلسة اسأل الرئيس من أهم الجلسات التي تميز مؤتمرات الشباب لأن الرئيس بيتكلم فيها من القلب وبصارح المواطنين في العديد من القضايا لحتى الناس ما بيكونوش متوقعين أن الرئيس هيتكلم فيها أيضا اسأل الرئيس بتتيح الفرصة للقطاع عريض من الشباب لم يتمكن من الحضور في المؤتمر بنفسه أنه يشارك بشكل غير مباشر عن طريق التسجيل وإعداد الأسئلة وتوجيه الأسئلة ورئيس بيتكلم عليها بمنتقى الامفتاح وبقلب مفتوح وبصراحة والفقرة أو جلسة اسأل الرئيس أصبحت من أهم ما يميز مؤتمرات الشباب ليس فقط بالنسبة لفئة الشباب بل لكل فئات المجتمع المصر أستاذ هيسم الشيخ المتحدث باسم تنسطية شباب الأحزاب أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا اللقاء فاني بتوفيق شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا سوف نكون مستمرين معكم على مدار اليوم لمتابعة المؤتمر الوطني الثامن للشباب من هنا من داخل قاعة البنارة شكرا لحسن المتابع وأنقل كلمة الآن إليك نانسي نعم علاء محمد مرسل أكسترانيوز كنت معنا من مقر أنعقاد المؤتمر الثامن للشباب أنا بشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا